الفنان مصطفى متولي شكل سنائي فني مع الزعيم عادي الإمام على مدار السنين طويلة وهو ما كانش مجرد صديق ده كان بيجمعهم سلة نسب وكان فيه تفاصيل كتير هقولها لكم لأول مرة وهوريكم سور فرحه ولقطات ندرة مع أخت الزعيم عادي الإمام الجميلة هقول لكم على سر الضحك الزعيم يوم وفاة مصطفى متولي ومين هم أولاده؟ خليكم معانا لأخر الفيديو الفنان مصطفى متولي اتولد سنة 1949 بمحافظة كفر الشيخ حب الفن من طفولته ودخل مصرح المدرسة وفترة الشباب سافروا للقاهرة ودخل المعد الفنون المصرحية بعدها اشتغل في مصرح الحكيم وقدم أعمال كتير أشهرها مصرحية يا سلام سلم الحيطة بتتكلم وفي الثمانينات بدأ صداقة تجمع الزعيم عادي الإمام والفنان مصطفى متولي اللي كان في بداية طريقه والجمهور لسه بيتعرف عليه عرض الفنان عادي الإمام يشاركه فيلم عن ترشايل سيف وسنة 1983 ووافق متولي لأن عادي الإمام وقتها كان النجم الأول في الوطن العربي كانت فرصة كبيرة يشارك في السلمة بعمل قوي ومدمون وناجح وفعلا الفيلم قسر الدنيا وتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة اتطورت علاقة عادي الإمام ومصطفى متولي ما بقوش مجرد زمايل في الفن لأن كان في بداية ما بينهم زيارات عائلية وصهرات ومصايف وكان حاسس مصطفى متولي أن عادي الإمام أخوه بجد وفي يوم هو كان موجود عند عادي الإمام في البيت شاف أخطق من اللي خطفت قلبه من أول نظرة واليوم ده ارتبك مصطفى متولي واستأذن وساب الزعيم وروح وفدل يفكر طول الليل فيها وحاسس إنها يكون من نصيبه وقرر يطلب إيديها من عادي الإمام بس إزاي وهو خجول وهو بيتكسب وتاني يوم قابل عادي الإمام وكانوا بيتكلموا عن تفاصيل فيلم جديد وعادي اتفق معاية قبله عند المخرج أحمد السبعاوي بس مصطفى طلب من الزعيم يأجل المعايد لأنه عاوز يتكلم معاه في موضوع لما قاعدوا سوا لاحظ عادي الإمام إن مصطفى متولي وشه جايب ألوان ومش مجمع كلمتين على بعض لما اتكلم معاه لقاه بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب لحد ما قال للزعيم أنا قررت أتجوز حضنوا الزعيم عادي الإمام وقال له يا ألف انهر بيض مبروك يا متولي وتفاجئ إن الرد فعل مصطفى متولي اللي كان عرقان جدا وبيحاول يبعد عيونه عن الزعيم مسكوا عادي الإمام من كتفه وقال له ما لك يا متولي أنت مش مظبوط لي مين هي العروسة بالزبط متولي درب لخمة وسكن وبعد شوية قال له العروسة تبقى الأنسة أمان رد عليه الزعيم وقال له إيمان مين إيمان أختي هز دماغه مصطفى متولي وقام ووقف راح نحية الباب فراح وراه عادي الإمام وقال له رايح فيني يا عم ألف مبروك يا عليس بس لازم أخذ رأيها الأول اعتبرني يا عمك من هنا ورايح وحضنه مرة تانية ودموعه في عينه وبعد موافقة إيمان أخت الزعيم على الجواز من مصطفى متولي كل الوسط الفني حضر فراحه وكان فيه صور ندرة للزعيم اللي قرر يلبس بدلة بيدة زي مصطفى متولي اللي كان لابسها أنجبه الفنان عمر متولي وعصام على اسم المنتج الكبير عصام إمام والأخير عادل على اسم الزعيم وبعدها شارك مصطفى متولي مع الزعيم في فيلم رمضان فوق البركان سنة 1985 وده كانت البداية انطلاق مصطفى متولي في السلمة وده خلاه يشارك عادل إمام في مصرحية الوادي السيد الشغال اللي استمرت لأكثر من ثمان سنين على المصرح وهي أطول مصرحية استمرت على خشبة المصرح في تاريخ مصر وبقيت فائل عادل إمام بي الجمهور كمان كان شايفهم سناء ناجح عملوا أكتر من فيلم وبعدها بسنة زي فيلم سلام يا صحبي سنة 1987 وحنف الأبع جزرت الشيطان المولد وفي شهر أغسطس سنة 2000 الزعيم كان بيعرض مصرحية بودي جار وبعد ما خلصوا عرض المصرحية سهر عادل إمام ومصطفى متولي وكان معاهم الفنان سعيد عبد الغني ومحمود الجندي وكان مصطفى متولي طبيعي جدا وروح لبيته بعد الصهرة الساعة 3 الفجر وفضل عادل إمام صهران مع سعيد عبد الغني والساعة 4 الفجر جاله تليفون من أخته أمان وقالت له تعالى الحقني مصطفى في المستشفى وطبعا أخذ الزعيم عربيته وروح بسرعة مع أبطال المصرحية بس للأسف وصله متأخر ومصطفى متولي كان ودع دنيانا وعمره كان 51 سنة وأول لما وصل لأخته كانت منهرة من العيار ومعا أولده جري الزعيم على السرين مصطفى ومسك إيده قال له إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمك يا متولي مع السلامة يا صحبي وبعد شوية كان كل فريق المصرحية موجود في المستشفى يتهمسوا يا ترى مين إلي هيقوم بدور مصطفى متولي وخصوصا إنهم بيعين كل تذاكر الحفلة لمدة ثلاث شهور ومينفعش يأجلوا ولا حفلة وفجأة الزعيم اتكلم قال لهم بصوت عالي متولي خلاص الله يرحمه إحنا هنكمل المصرحية الجمهور ملهوز زنب في أحزن ولا أوجعنا الناس دفعين فلوس علشان ينبسو أنا هجيب محمد أبو دهو علشان يعمل بروفات على دور مصطفى متولي وفجأة صرخت رغضة في وش الزعيم وقالت له أنت إيه ما عندكش قلب أنا مش هشتغل بس الزعيم قدري هديها ويكنحها إن الجمهور دفع فلوس دورهم إنهم يرفعوا عنهم وطبعا كل الموجودين اندهشوا من كلام عادي الإمام بس الحقيقة الزعيم كان كاتم حزن كبير جواه في قلبه لصديق عمره ونسيبه وصديقه مصطفى متولي بس كان لازم يظهر قوي قدام بقى الفنانين ونيجي بقى لجنازة الفنان مصطفى متولي وبيقول الزعيم إن يوم وفاة مصطفى كانوا بيصلوا عليه في مسجد مصطفى محمود لما خلصوا الصلاة وخرجين ملقوش الأحزية بتاعتهم وكان معاه جوز بنت خلته وهو دكتور في كليته الطب جامعة عين شمس وكان بيصلي والحزاء في إيده وأول لما شافوا الزعيم وأخوه عصام إمام دخلوا في نوب الدحك بصوت عالي تدرجة إن كل الموجودين خدوا بالهم وفي نفس الليلة راحوا علشان يعرضوا المصرحية وكان فيه تفاصيل كتير حصلت في الليلة دي لأن الزعيم لما خلصوا المصرحية رفض يغني الأغنيات الختام بتاعت بودي جارد لما الستار اتقفل صرح وقال انت فين يا متولي وبعدها عيت ونهار كل الفنانين لما دخلوا العرض عيته لأنه افتكروا زميلهم مصطفى متولي اللي يدوب لسه دفنينه من كام ساعة وكل الجمهور كان بيسق ليهم بحرارة علشان يشجعون وفي أول مشهد لرغضة بكت بصوت عالي ونهار واضطرت يقفلوا السطار لحد لما تهدأ الفنان محمد أبو دهود ارتبك وغلط في النص أكتر من مرة لأنه كان حزين ومهموم وشايف المسئولية كبيرة اللي مزعيم من الكواليس ورا السطارة وقال له انت مشاركتك في المصرحية انقاذ موقف يا دهود وبعد سنتين صرح الفنان محمد أبو دهود وقال لو رجع بيا الزمن كنت هرفض أعمل الدور والليلة دي كانت غريبة جدا والسطارة تقفلت أكتر من عشر مرات قدام الجمهور لحد لما صرخت رغضة وقالت للفنان عاد الإمام انت اي يا أخي ما بتحسش حرام عليك رحم الله الفنان الكبير مصطفى متولي لو كنتم بتحبوه قولونا في التعليات ايه أكتر دور بتحبوه سواء في السلمة أو في التلفزيون أو في المسرح اشتركوا في القناة